رجعنا عليكم تاني وبطريقة مختلفة لعلاج السمنة مفيش حد فينا مفكرش يروح عن الدكتور رجيم ومن عيادة لعيادة عشان يوصل الوزن ان هو عايزه وبنزهق وبنرجع وبنروح النهاردة معانا الدكتور اسلام الزيادي خصائي التخزية العلاجية وعضو الجماعية المصرية لدراس السمنة منور يا دكتور منور يا دكتور دكتور حيزك تكلمني على مرض السمنة وتأثيره على جسم الإنسان هو طبعا مرض السمنة بيأثر بالسلب على جسم الإنسان بجهزة طريقة طبعا مرض السمنة هو اكتساب الوزن الزائد اللي بيأثر بصورة سلبية على المفاصل وعلى أجهزة الجسم الصفة عامة على الكبد وعلى الكلة وكمان في نفس الوقت هو بيأدي إلى الشيخوخة المبكرة يعني أنا لو بعاني من السمنة أو عندي 20 أو 30 كيلو زيادة دي حاجة من الحاجات اللي هتخليني أنا نفسيا في عدم استقرار نفسي ده رقم واحد رقم اتنين إن هي بتأثر على مفاصل الجسم بتأدي للخشونة المبكرة في مفصل الرجبة ومفصل الفرط رقم تلاتة إن هي بتسرع من حدوث أمراض القلب والسكر وضغط الدم والتفاع ضغط الدم المتكرر فإحنا عشان نحافظ على نفسنا أو عشان ناقي نفسنا من مرض السمنة فيه كذا طريقة ممكن نعالج نفسنا من مرض السمنة أو إن احنا نحافظ على وزننا زي إن احنا نقلل من الكربوهدريت أو نقلل من تناول الكربوهدريت بشكل عام زي الرز والعيش والمقارونة والكلام ده أو نستبدلها بالحاجات الغنية بالشوفان زي المقارونة الشوفان أو الرز البسمتي أو الرز البني دي حاجة من الحاجات اللي ممكن نقلها الحاجات اللي ممكن بني على طول دي بالضبط دي حاجة من الحاجات اللي أقدر أتناولها وفي نفس الوقت برضو مش هتزود لي وزني وهتديني إحساس بالشابة على فترة كبيرة شوية تمام تمام كم طيب دكتور مريض السكر هل يعني يقدر تناول مثلاً الأهوة الخضرة هل ممكن تساعده فعلاً في نزول الوزن عماتاً يعني رأيك برضو عن الأهوة الخضرة القهوة الخضرة يعني حاجة اكتشفت حديثاً حاجة من الحاجات القوية جداً في ارتفاع معدلات الحرق ومساعدة الجسم اللي تخلص من الدهون تمام القهوة الخضرة حاجة من الحاجات اللي بتقلل أو بتضبط مستويات السكر في الدم بالنسبة للمريض السكر بتخلي دايماً معدلات الارتفاع السكر عنده أقل بكتير جداً من الناس اللي لا بتاخدش القهوة الخضرة تمام رقم اتنين بالنسبة للقهوة الخضرة مقارنة بالقهوة البني أو القهوة الغمقة هي ما بترفعش معدلات الضغط زي الأهوة الثانية لأن مستويات الكافاين فيها أقل شوية من الأهوة البنية أو الأهوة الغنة فأنا دايماً بفضل العيان بتاعي ومريد بتاعي يتناول الأهوة الخضرة بحضة أقصى كوبايتين في اليوم عشان نضمن عدم ارتفاع مستويات السكر وعدم ارتفاع برضو مستويات الضغط الدم تمام ومرض السكر يعني مش الأهوة هتفيدوا أكتر في نزول الوزن آه طبعاً مفيش ضرر عليه منها القهوة الخضرة طبعاً من الحاجات المفيدة جداً للجسم الحاجات اللي بترفع معدلات الحر بترد أضعاف أو أربع أضعاف بس ما نقدرش نتاولها أكتر من مرتين في اليوم أو ثلاث مرات عشان ما تعمليش تهيج للمعدة أو ترفع لي الضغط بيس أو المعلومة دي اه بالضبط كده أو تسبب لي أرك مثلاً أو أن أنا عدم انتظام النوم تمام كمان القهوة الخضرة بترفع هرمون السيروتينين اللي هو هرمون السعادة فدايماً بتحاول تزبط معي المود للناس تعباً بتعرف الحركة اللي بيعمل دايت أو اللي بيعمل الضغط بيجي لك تئاب بالضبط أول حاجة يقول لك يا دكتور أنا بدأت تشتكي من اكتئاب أو بيجي لك وبيعيات وحالة نفسية سيئة جداً بالضبط جداً فالقهوة الخضرة من الحاجة اللي بترفع مستويات السيروتينين في الدم بتخليه دايماً أحس أن أنا مودي كويس أو أن أنا حالة النفسية كويسة فأقدر أكمل أكبر فترة ممكنة في الدايت وأوصل للوزن اللي أنا عايزه طيب إيه بقى السر اللي دكتور ممكن يقوله اللي يعلي معدل الحركة الرقم واحد أن احنا هنتناول القهوة الخضرة مرتين أو ثلاث مرات يومياً بحد أقصى يعني رقم ثلاثة هنصحهم طبعاً هنصح للناس بتناقل الكمية مناسبة من المياه على أقل من 2 ل 3 لتر مياه في اليوم تمام رقم ثلاثة يعني زيادة معدلات الرياضة أو معدلات الماشي على أقل برضو من نص ساعة لساعة لربع يومياً ويفضل طبعاً في فترة السيوم قبل الفطار مباشرةً أعمل نص ساعة وبعد كي أرجع البيت بتاعي قد رفتر تمام فيه معلومة تانية حاجة تحب تفيدنا بيها بالنسبة للحرق بنتكلم آه طبعاً مع ارتفاع مستويات السكر أو ارتفاع مرض السكر واندشاره الفترة الأخيرة فيه حاجة اسمها مقاومة الإنسولين يعني إيه مقاومة الإنسولين؟ يعني الإنسولين ما بيقدرش أو فيه مقاومة ليه عشان يحرق نسب السكر اللي موجودة في الدم طيب أنا عشان أحسن مقاومة الإنسولين دي على أقل كل يوم همشي نص ساعة ده رقم واحد رقم اثنين على أقل هقل من تناول الكربوهدريت أو العيش أو الرزة أو المكارونا بمستويات النص يعني أنا مثلاً لو متعود أن أنا مثلاً كل يوم هيكل ربع غيف مثلاً بلدي كامل أنا هيكل مثلاً ربع غيف في الفطار وربع غيف في الغداء برضو بالنسبة للعيش أو الرزة هنقلل بالنسبة للرزة أو المكارونا هنقلل برضو مستوياتهم خالص أو يفضل أن أنا أبعد عن العيش والرزة خالص ويفضل أن أنا تناول الأكلات الغنية بالشوفان تمام ويفضل برضو أن أنا يعني يكون طريقة الطاهي بتاعتي صحية أكتر أن أنا أقلل من الزيوت أو الدهون اللي موجودة في الأكل رقم اتنين يفضل برضو أن أنا أستبدل كل الوجبات الدسمة اللي هي بنتناولها في وقت المتأخر يعني من الليل بوجبات خفيفة زي مثلاً الزبادي أو زي مثلاً الرومان أو زي الحاجات الغنية بالألياف اللي بتقفل الشهية وبتساعدني فترة أكبر أن أنا أحس بالشبع وما جوعش على الفترات طيب دكتور إيه رايك للمعلومة الناس تقول لا إحنا نبطل النشويات تماماً وعشان الحرق يعلى وكده وفي آخر لما بيرجعوا تاني يأكلوا الأكل العادي بتاعنا المكارونا والرز بيرجعوا يزيدوا دابل على الأول هو يعني لو التخسيز بالحرمان يعني كانش حد أصلاً لجأ لدكتور تغزاء أو كان حد لجأ مثلاً أنه هو يعمل دايت أو الكلام ده أنا لما بفكر أن أنا هقلل وزني لازم يكون في بلان معينة همشي عليها رقم واحد ما ينفعش الحرمان المطلق ده مش صح أو الكيميكال دايت اللي هو أخترع ده ده برضو مش حاجة علمية صحيحة تماماً فهو يفضل أن أنا هقلل كمياتي مع دكتور أو مع متخصص بطريقة مناسبة ما ينفعش أن أنا أمنع نفسي من عيش ومن الرز خالص لأن أنا كده هصرع الإحساس بالتعب أو بالإرهاق وكمان هيبقى مودي دايماً سيء فهيخليني أبطل دايت سريعاً يعني خليني أعمل دايت أول إسبوع تاني إسبوع بالكتير دايت إسبوع هبطل أو هقفل دايت فعشان أخلي فترة أكبر أن أنا أعمل دايت أكثر وأخلي مستويات النزول بتاعتي منتظمة لفترة أكبر يفضل أن أنا هقلل أكل بتاعي نسبياً يعني أخلي دايماً مستويات الأكل هتقل نسبة السكر هتقل طبعاً لو أنا أخد ثلاث معالق هفضل أن أنا أخد معلقة لو ما أكل مثلاً عشر معالق رز مثلاً هيبقى مثلاً بنص طبق الرز أو خمس أو أربعة معالق رز الفضل أن أنا أقلل العيش أو الرز بتاعي تدريجياً لحد ما أقوى في الآخر ممكن ينتهي بس برضو مش هينتهي أن أنا زيرو كارب لا هينتهي أن أنا ممكن أكل ثلاث معالق أو أربعة معالق أو يوم هاكله ويوم مش هاكله والكلام دا بالنسبة لنقطة السكر دي نقطة مهمة جداً أن السكر دا بيقول لازم السكر دا يقف تباياً ويستبدل بعسن نحل أو بالسكر اللي هو المحل أو السكر اللي هو الصحي يعني لكن لازم السكر دا يقف هل المعلومة دي؟ والله إحنا دايماً عندنا السمين السم الأبيض اللي هو السكر والملح إحنا مش هنقول أنه هو يقف تماماً بس هنقول برضو أن السكر ليه أضرار كتيرة يفضل أن السكر ما يبقاش أكتر من معالقة مثلاً في اليوم للناس اللي بتعاني من زيادة تقريباً من 15 ل 25 كيلو زيادة يفضل أنهما مش أكتر من معالقة سكر واحدة في اليوم ويفضل دايماً السوائل الدافية أو يحاول يشربوا المشروبات الغنية اللي بتزود الحرق زي الشاي الأخضر وزي القهوة الخضرة وزي الممارسة الرياضة مثلاً كل يوم نصف ساعة أو تلت ساعة يومياً لكن ما ينفعش أن أنا أوقف السكر خالص لأن السكر دا حاجة من الحاجات اللي بتديني باور وبتساعدني كمان في التركيز فما ينفعش أن أنا أوقفه خالص بس ممكن أحد من استخدامه تمام، طب دكتور مثلاً لما بجيلك موريدة العيادة وعامنا رجيم بس حياتها النفسية سيئة جداً أنا مش قادرة كامل الدايت دا بتعمل معا إيه؟ طبعاً بنحاول نشوف بدايل كتير بنحاول نشوف مثلاً فيه أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية فيه مثلاً نظام اختراع حديثاً اللي هو نظام الكيتو دايت أو نظام الكراطاي دا نظام ظريف جداً وبنقدر نستخدمه لمدة من 4 إلى 6 أسابيع دا بيساعد لي لو أنا مريض سكر وعملت نظام كراطاي دا بيساعد لي في خفض مستويات السكر جداً 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 وبيساعد لي كمان في تقليل تقليل ارتفاع معادلات ضغط الدم والتخلص من الدهون الضار نظام الكيتو دا دا بيعتمد أصلاً على الدهون وبيعتمد على البروتين دهون وبروتين بس بالزبط كده ما بنستخدمش فيه خالص العيش أو الرزة أو الماكارونا أو الفكهة أو البوكوليوب بأنواع هو طبعاً أي نظام فيه حرمان من حاجة معينة بيبقى ليه أضرار فعشان يعني أكل مريد بتاعي من الأضرار دي بقدر أعمل نظام كيتو دايت أو نظام الكاروتاي بأستخدمه من 4 إلى 6 أسابيع من 4 إلى 6 أسابيع مع المريد بتاعي وبعد كده أشوف أي نظام آخر ممكن نستخدمه زي السواء متقطعه زي الأنظام الأخرى تمام دكتور أنا سعيدة جداً بجد بالحوار مع حضرتك شكراً جداً لك ربنا شكراً هنستناكم ورجعين تاني